تحت شعار عالم جديد يتشكل انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى تنجى الدولي للشباب والديمقراطية الذي تنظمهم نظمات شبيب الاشتراكية وذلك بحضور قيادة حزب التقدم والاشتراكية وممثل تنظيمات شبابية من المغرب وعدد من دول العالم بالإضافة لفعاليات سياسية ونقابية وطنية ومحلية حزب التقدم الاشتراكية ومنظمة شبيب الاشتراكية تابع له ينظمان هذا الملتقى الدولي في وقت صعب بالنظر لما يحدث بفلسطين لكن في رغبة من أجل أن نناقش أوضاع العالم نسخة هذه السنة تعرف مشاركة شباب من تنظيمات سياسية وفعالين دوليين من 32 دولة ينتمون لمختلف القارات وذلك لمناقشة مواضيع تتعلق بالنزاعات الدولية والإقليمية ومستقبل العالم في ظل تحولات الراهنة ما يعرفها اليوم الساحة العالمية من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك القضية الفلسطينية التي ستكون جوهر هذا المنتدى جعل الشبيب الاشتراكية تفكر في إطارة هذا الموضوع عبر دعوة مجموعة من التنظيمات اليسارية الدولية التي تشارك معنا في هذا الحدث الدولي هذا وتتميز هذه الدورة بتنظيم سلسلة من الأنشطة الموازية الهاذفة إلى تعريف المشاركات والمشاركين بمكونات الحضارة والهوية المغربية إلى جانب عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية ما بين قيادات الوفود المشاركة وقيادة منظمة شبيبة الاشتراكية قصد تبادل وجهات النظر وتعميق العلاقات